أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في المنشأة النووية تشيرنوبل الخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية أعلنت أنها توقفت عن إرسال البيانات إليها وقالت الوكالة إن مديرها العام رافايل جروسي أشار إلى أن الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في المحطة انقطع والضمانات هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبقها على المواد والأنشطة النووية بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي إساءات استخدام لهذه المواد